المحافظة المعطرة بعبق ورائحة لصالة والتاريخ وموطن أقدم الحضارات الإنسانية تعيش محاولة جادة لإعادة الحياة إلى شرائن الثقافة ومؤسساتها في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد حراك ثقافي كبير تشهده محافظة شبوة أظهر روحها للدعية وروح أبنائها المتمسكين بالحياة والأمل هنا رحلة سفر عبر الزمن لنقل جيل الأحفاد إلى ماضي الأجداد العريق وثوب بهيج ينسجه تراث شبوة الزاخر بالموروث والفنون الفريدة من خلال مهرجانات التراث والفنون التي شهدتها المحافظة ولأن القراءة هي المصدر الرئيسي والأول للمعرفة بكل أشكالها احتضنت المحافظة عدة معارض للكتاب وهي فعاليات لم تقتصر على الكتاب وتنوع إصدارات دور النشر فحسب بل شهدت أجنحة خاصة بالمخطوطات والوثائق النادرة من جميع مكتبات شبوة التاريخية القديمة الأنشطة الثقافية وصلت فائدتها لشريحة المجتمعية الأكثر معاناة جراء الحرب المرأة والطفل وقد وجدوا في الفعاليات التي خصصت لهم أجواء جميلة أعادت الفرحة إلى محياهم ووجدوا طريقا للخروج من الأجواء العامة المشحونة بأخبار الصراع مهرجان شبوة غير للمرأة والطفل يعد تظاهرة ثقافية هي الأولى من نوعها مستهدفة الطفولة بكل مراحلها أو متجاوزة فرحها ومتعتها إلى ذويهم الفن التشكيلي كان له نصيب أيضا وقد ظهر الإبداع الشبواني جليا واضحا في أكبر جدارية يزاح عنها الستار في شبوة تحمل اسم شبوة الحضارة ووضعت في صدر المركز الثقافي بعاصمة المحافظة عتق أنجز هذه الجدارية فريق من الفنانين التشكيليين خلال ثمانية أشهر في سباق مع الزمن وهي ليست مجرد جدارية للفت الانتباه أو مزيجا من بعض الألوان بل هي ملخص من التراث الذي تزخر به شبوة خلال مراحل مختلفة من التاريخ رسالة سامية أرادت شبوة إيصالها للعالم في خضم الأحداث التي يشهدها اليمن والاحتراب الذي يدخل عامه السادس مفادها أن اليمن منبع للثقافة والفنون ومكان للتسامح والحضارة والحب والسلام ترجمة نانسي قنقر